أعتقد أنك قد رأيت بأن إسرائيل قد أخذت موقفاً واضحاً حيال رأيها في الميليشيات المدعومة إيرانياً في المنطقة الولايات المتحدة إن كانت مسؤولة عن هذه الضربة فإنها لن تتردد في إعلان مسؤوليتها بل سوف تعلن مسؤوليتها مباشرة إن الاجتماع الذي حصل بين بنت والرئيس بايدن الأسبوع الماضي يظهر القوة في العلاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إسرائيل وليس هناك أدنى شك إذا كنت تريد أن تسميها حرباً بالوكالة أو حرباً في الظل تحصل في هذه المنطقة متدخلة فيها إسرائيل وإيران وخصصاً عندما ننظر إلى ضربات الطائرات المسيرة وأيضاً تخريب المنشآت النووية الإيرانية فبالتالي من الممكن أن نستنتج بأن إسرائيل كانت منخرطة في هذه الضربة طيب كيف تصف هذه الضربة؟ هل هي ضربة جاءت من أجل الردع؟ أم هي بداية لعدد من الخطوات التي يجب أن نتوقعها في الأيام القادمة على مستوى الحدود العراقية السورية برأيك؟ أنا أؤمن بأننا سوف نرى المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة حيث أن الولايات المتحدة قد سحب قواتها من أفغانستان خلال الشهر الماضي وتريد أن توقف أي عمل عسكري في العراق وتريد فقط أن تقوم بالتدريب والتوجيه أعتقد أننا بناء على ذلك سوف نرى إيران تموضع نفسها بموضع أقوى في المنطقة والذي سوف بالتأكيد يستفز إسرائيل الولايات المتحدة تعرف من خلال مناقشاتها مع إسرائيل وقد أعلنوا ذلك للعالم لأنهم لن يسمحوا لإيران بأن تعزز قوتها وخصيصا عندما ننظر إلى احتمالية حصولها على السلاح النووي فأنا أعتقد أننا سوف نستمر برؤية المجاذبات هذه ما بين الدولتين من خلال الضربات الجوية ونحن نعرف أيضا بناء على معلومات استخباراتية بأن إيران تدرب مقاتلين أجانب ضمن منطقة ليبدأوا بتوجيه الطائرات المسيرة مما يضيف على تقويض الاستقرار فإذا كانوا سوف يدربون هؤلاء المقاتلين الأجانب وكيفية تسير الطائرات المسيرة فسوف يصعب عينا حقيقة أن نعرف من أين تأتي هذه الضربات وذلك سوف يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والمشاكل في المنطقة وربما نتسأل هل سوف يتصاعد ذلك إلى حرب شاملة بين إسرائيل وإيران في المنطقة ترجمة نانسي قنقر